بين الدين والسياسة ظهر جدل في تونس حول ترشح امرأة لرئاسة بلدية تونس العاصمة بسبب بعض التقص الدينية التي تفرض على هذا المنصب فيما يرى اخرون ان سبب هذا الصراع هو تنافس سياسي بين حزبين نداء والنهضة على رئاسة بلدية تونس بلون ديني وحقوقي فهل يحق للمرأة التونسية الترشح لرئاسة بلدية العاصمة وهل الخلاف بين حزبين النهضة والنداء على رئاسة بلدية تونس خلاف ديني ام سياسي نتابع تقرير التالي تمكنت سعاد عبد الرحيم مرشحة حركة النهضة في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مؤخرا من ان تكون اول امرأة تونسية تفوز بمنصب شيخ المدينة ورئيس بلدية تونس العاصمة وسط حلقة من الجدل والشكوك حول احقيتها بهذا المنصب في ذل تصريحات بضرورة ان يكون شيخ المدينة رجلا للاعتبارات الدينية المتعارف عليها في بعض مرسيم رئاسة بلدية تونس العاصمة وتعتبر مشيخة تونس بحسب مختلف الاراء من اهم النقاط التي سيقف عندها التوافق بين الحزبين الحاكمين فكل حزب يرغب في تعيين مرشحه شيخ مدينة تونس ما هو مفتي ديار الجمهورية هي وظيفة ايدارية هي وظيفة دستورية معناها بالبلوهية وظيفة مدنية يعني هي وظيفة ما هيش قدوسية حتى نرجع للنص الديني ونقوله هل يجوز ان تحضر شيخ المدينة في المحافل الدينية هل يجوز انها تحضر في جامعة هل يجوز انها تسلم جواز يوم 27 كل هذه الاسئلة اعتقد انها اسئلة مغلوطة ايضا لانه لماذا لا تحضرش ولما لا ما تكونش موجودة فيها المحافل الاحتفالات والاحتفالات الدينية لما لا هي او غيرها ما المانع وانتقلت عدوى الجدل السياسي الى الشارع التونسي حيث انقسمت الاراء والمواقف ويرى البعض ان هذه الحملة في عمقها ذات ابعاد سياسية وان حركة النهضة تريد ان تظهر في صورة المدافع عن حقوق المرأة وصورتها غير انها تهدف لاحراز اكثر سطوة سياسية من خلال هذا المنصب الذي له قيمة اعتبارية لدى التونسيين باعتبار انه اللي يطرح عدم شرعية وجود المرأة في قيادة بلدية بالنهاية هو لم يطلع على مدونة الفقه المالكي والمدونة المالكية خاصة القيروانية يعني اعطت للمرأة مسؤوليات اكبر واعلى والحقيقة ان احنا في تونس ما زالنا نعاني من هذه الشكلانية في فهم الفقه الاسلامي حركة النهضة حزب يميني عنده خلفية اسلامية وهم اول ناس كانوا معادين الحرية المرأة واول ناس كانوا ضد المساواة وخلينا نذكر بدستورة جوان 2014 كانوا يناديوا بان المرأة مكملة للرجل وكانوا ضد التنصيص على المساواة ما بين المرأة والرجل وتشير الكواليس الى دخول حزبي النداء والنهضة في مفاوضات حول مقترح تخلي سعاد عبد الرحيم عن المشيخة لفائدة مرشح نداء تونس كمال ادير مقابل ضمها للتحوير الوزري القادم هل هي مسألة حقوقية ام سياسية بامتياز وهل يمكن لمرأة تونسية ان تتقلد منصب شيخ المدينة يستمر الجدل في الطبقة السياسية وفي الشارع التونسي فيما تشير قراءات سياسية واعلامية الى ان هذه التجربة تمثل تقييما حقيقيا لمدى تطبيق ما جاء في الدستور التونسي من مبادئ المساواة والتناصفي بين الجنسين نجلة ابو خريس الغد تونس ترجمة نانسي قنقر